اهلا احبائنا مشاهدينا في كل مكان تحية النعمة والمحبة والسلام في شخص ربنا يسوع المسيح السؤال من هو رجل الله ومن هو النبي الحقيقي في هذه الحلقة رح نلقي الضوء على شخصية عظيمة جدا في الكتاب المقدس وهذه الشخصية مذكورة في العهدين في العهد القديم وفي العهد الجديد وهذه الشخصية اثرت على حياة البشر الناس اللي كانت معاصرة في ايامه ونبواته والشيء اللي عمله ما زال طبعا نتكلم عنه حتى هذه اللحظة اقصد حديثنا اليوم عن إليا النبي رجل الله في العهد القديم وكيف نبوته عملت امور عظيمة جدا وطبعا بعد ما نتعرف على هوية وشخصية رجل الله عاوزين نعرف ما او شو الشيء اللي بميز النبي الحقيقي من النبي الكاذب يعني بكلمات ابسط كيف فينا نعرف النبي الكاذب شو نوع رسالته وشو نوع كلامه وشو نوع شخصيته او هويته وبناء على الكلام وكله طبعا من الكتابة المقدس نستطيع ان نستنبط ونستشف ان في صفات للنبي الحقيقي وفي مواصفات للنبي الكاذب انا بدعوكم تشاهدوا هذه الحلقة رح تكون سبب بركة لحياتك اشتركوا في القناة